مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب هل صلاة الرب يسوع المسيح الأخيرة على الصليب من أجل أعدائه يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون هل هذه الصلاة أصيلة أم أنها محرفة هل فعلا نطق بها الرب يسوع أم أن واحد من النساخ بعد فترة طويلة من الزمان وضع هذه العبارة وأدخلها إلى إنجيل لؤ من المعروف أن الرب يسوع نطق بسبع عبارات مشهورة جدا هي السبع عبارات الأخيرة التي نطق بها على الصليب ومن ضمن هذه العبارات هذه الصلاة من أجل أعدائه يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون لكن هذه الآية موجودة في بعض المخطوطات وغير موجودة في مخطوطات أخرى وأيضا هذه الصلاة وردت فقط في إنجيل لؤة مما جعل البعض يشك في أن يكون لؤة هو الكاتب لهذه الصلاة أو أن يكون المسيح أساسا قد نطق بها وقالها هذه الحلقة هي حلقة مخصصة للرد على هذا الإدعاء هيكون فيها معلومات كثيرة ويكون فيها بعض التفاصيل شوية اللي ممكن تبقى بالنسبة للمشاهد العادي شوية ممكن معقدة لكن أنا أحاول أبسط كل حاجة زي ما احنا بنعمل دايما في كل حلقاتنا لكي ما أقدم لكم الحق كما هو معلن لنا في كلمة الرب الإدعاء هو الشك في مصداقية هذه الكلمات وهذا الإدعاء موجود من فترة ويمكن لخصه لنا الدكتور منقذ في فيديو كان حطه بيرد علي في بعض الأمور ويركز أوي أوي على نص لؤة 23-34 يا أبتاه اغفر لهم خلينا نشوف أول فيديو ونرجع نعلق على هذا الفيديو جرام القص هل أنت متأكد أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياتي يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون هل حضرتك متأكد من هذه المعلومة التي نقلها لنا الإنجيل لوقا طيب ده السؤال اللي بتراحه الدكتور منقذ هل أنت متأكد من أن المسيح قد نطق بهذه الصلاة التي سجلها لنا لوقا البشير في أصحاح 23 والآية 34 الإدعاء الإدعاء يمكن ألخصه في الآت يقول المعترض هذه الصلاة غير موجودة في مخطوطات قديمة ونتناقش ونتكلم عن هذا الجزء هذه الصلاة غير موجودة في مخطوطات قديمة مهمة الإدعاء أيضا بيقول أن الصلاة تعتبر دخيلة أضافها متأخرا أحد النساخ أو على أحسن يعني ظن أن لو أقالها كويس لكن المسيح لم يقولها الحاجة الثالثة أن النص اليوناني للعهد الجديد طبع الدار الكتاب موضوع بين قسين مما يعني أنه ليس نصا أصيلا شيء الخامس أن هذه الصلاة أضيفت لكي ما تقدم يسوع الذي يصلي لأجل أعدائه ويحب أعدائه حتى وهو على الصليب طبعا إحنا لا نحتاج أن نضيف نصا لكي ما نقدم يسوع بهذه السورة فمن يقرأ الأنجيل الأربعة يتقابل مع يسوع ومع محبة يسوع فليست النقطة أن يسوع وحش للأسف وإحنا بنحاول نجمله يعني دي مش عندنا دي عنده كنته كتير لكن دي مش موجود عندنا لأنه جمال يسوع ومحبة يسوع منتشرة على صفحات الكتاب المقدس بكل وضوع ولا يستطيع أحد أن ينكرها إلا الشخص الأعمى الذي لا يستطيع أن يبصر الشمس عندما تشرق طيب أجي إلى سؤال آخر سأل الدكتور موركس وسؤال مهم لماذا ذكر لوقة وحده صلاة المسيح وده حطوا لنا في الفيديو رقم اثنين فيديو اثنين بيقول لنا طيب أوكي إذا هذه الصلاة صلاة نطق بها المسيح وهي صلاة مهمة لأنها تعتبر كلمة من كلمات المسيح الأخيرة فلماذا سجلها فقط لوقة ولم يذكر عنها شيئا كلا من متة أو موروس شوف الفيديو رقم اثنين طيب ما هذه المعلومة المهمة جناب القس أنه في آخر لحظات حياته هو يغادر الدنيا قال يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما ذلك طيب لماذا جناب القس لماذا لم يذكر متة ومركس ويوحنى تلميذ المسيح لم يذكر هذه الفقرة المهمة لقد ذكروا شيئا آخر قاله المسيح في اللحظات الأخيرة منها هنا نضع علامة استفهام جناب القس هل صدرت هذه المقولة من المسيح عليه الصلاة والسلام كما يدعي لوقة أم أنها لم تصدر منه طيب هذا السؤال طبعا المفروض الدكتور منقذ يعني الرد عليه سهل لأنه هو يعلم جيدا أن هذا الأنجيل ليست في تنافس معا لكي ما تقدم كل أحداث تمت في حياة الرب يسوع لكن كل إنجيل له غرض والإنجيل مكملة لبعض وليست منافسة لبعض عشان كده عندنا أحداث ذكرت في متة لم تذكر في الأنجيل التلاتة الأخرى وعندنا أحداث ذكرت في مرؤس لم تذكر في بقية الأنجيل وعندنا أحداث كثيرة ومعجزات كثيرة وردت في يحنى لم تذكر في الأنجيل الأخرى ولو خدنا السبع كلمات التي نطق بها الرب يسوع بنستخلصها يا دكتور مركز ليس من إنجيل واحد ولكن من الأنجيل الأربعة بنستخلص كلمات يسوع الأخيرة من الأنجيل الأربعة وعش كده أنا حطيتهم هنا أمام حضراتكم الكلمة الأولى يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون دي موجودة في لؤة كلمة تانية الحق الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس أيضا لؤة 23 أما في يحنى فقد ذكر لنا يحنى كلام المسيح لأمه يا إمرأة هو ذا ابنك وكلام المسيح أيضا ليحنى وهو ذا أمك يحنى 19 المقولة الرابعة والعبارة الرابعة إلهي إلهي لماذا تركتني وقد وردت أيضا في متى أصحاح 27 العبارة رقم 5 أنا عطشان بنجدها بس في يحنى يحنى 19 عدد 28 العبارة الستة قد أكمل موجودة في إنجيل يحنى أيضا أصحاح 19 وعدد 30 والعبارة الأخيرة يا أبتاه في يدك أستودع روحي موجودة في لؤة أيضا 23 و 46 اللي إحنا نستخلصه من هنا أن الأنجيل مكملة لبعض وعش كده لما أجي أتكلم عن كلمات يسوع الأخيرة بأخذ اللي ذكر في الأنجيل الأربعة عن كلمات يسوع الأخيرة زي ما باجي بأخذ دراسة عن معجزات المسيح بأخذ كل معجزات المسيح التي ذكرت في الأنجيل الأربعة أو تعليم المسيح مش بس بكتفي بتعليم التي ذكرها متى لكن أيضا مرؤس ولؤى ويحنى فدراسة الشخص حياة المسيح تأخذ من الأربع أنجيل لأنهم يا دكتور منقز يقدموا المسيح من وجهات مختلفة عشان كده لؤة ذكر البعض ومتى ذكر البعض ويحنى ذكر البعض الآخر وحضرتك مفروض تبقى عارف هذه المعلومة طيب أجي إلى نقطة أخرى على أي أساس بنية الإدعاء بأن المسيح لم ينطق بهذه الكلمة أنا عندي هنا صورة محتوطة قدام حضرتكم من United Bible Society أو UBS للنص اليوناني The New Testament The Greek of the New Testament والنص هنا موجود قدام حضرتكم أنا حطيت اللي تحته زي ما هو بين اللي تحته هنا خط أحمر ده أنا أكلم عنه بالتفصيل دي الأجزاء أو المخطوطات اللي مش موجود فيها الآية كويس لكن الأخضر ده كله وشوفوا حجمه قد إيه الأخضر سوري الأصفر ده كله ده اللي زكرت فيهم الآية من مخطوطات ومن أقوال أباء فنيجي إلى الآية ما مش موجودة فين الآية مش موجودة في البردية رقم 75 وتعود إلى القرن الثالث كويس وكمان مش موجودة في المخطوطة الفاتيكانية وتعود إلى القرن الرابع وكذلك بعض المخطوطات الغربية اللاتينية وفي الترجمة القبطية أسهدك ولكن عندنا نوعين من الترجمة القبطية واحدة مذكورة فيها واحدة مش مذكورة فيها كويس فالمخطوطة واشنطن فعندنا نسبة المخطوطات اللي مش موجودة فيها الآية لا تتعدى 5% من عدد مخطوطات العهد الجديد يعني المخطوطة مش موجودة في نسبة 5% وهي نسبة قليلة جدا يمكن هنرجع للأسباب نتكلم عن الأسباب ليه مش موجودة في المخطوطات دي لكن هي موجودة مش موجودة في مخطوطات قليلة وإن كانت مهمة لكنها قليلة كويس فلما يجي حد يقول لك قصو مش موجودة في المخطوطات اليونانية ده كلام غير صحيح لأنه هنتكلم عن المخطوطات اليونانية الغير الموجود فيها هذا النص وأيضا براهين خارجية وداخلية على وجود هذه الصلاة وأصالتها وإزاي أن رب يسوع نطق بها يجي طبعا الدكتور منكز قليني دكتور منكز يعمل بقى بيج ديل أو يعمل مشكلة كبيرة قوي ايه هي؟ يقول لك آه شايفين هنا في النص اليوناني في النص اليوناني في أنا جبت معي هنا نسختين two editions جبت التالتة وجبت الرابعة وهو في الخمسة كمان بس أنا ما جبتاش معي لكن أنا عندي دايما ال new editions أو النسخ المنقاحة الجديدة اللي بتطلع هنا لما يجي ويكيب لي النص دوا في النص اليوناني يحط لي هنا حروف الحروف اللي بيستخدمها اللي بتستخدمها اللجنة اللي بتحط النص اليوناني هنا بيستخدموا حروف للتقييم يعني بيسموها evaluation system كويس نظام تقييمي بمعنى ايه بمعنى انه عنده حرف الالف A و B و C و D كويس دول الاربع حروف فالحرف الاولاني يعتبر ايه يعني ايه يعني متأكدين الحرف بي يعتبر متأكدين مثلا بنسبة 70% الحرف ال A B C D متأكدين بنسبة 50% ال C متأكدين بنسبة 30% فهي حروف محطوطة هذه الحروف الهدف منها هو يقولك انه الى اي مدى احنا متأكدين و الى اي مدى احنا مش متأكدين هل هذا النظام هو وحي لا مش وحي لانه كل دارس لكلمة الله عنده تقييمه الشخصي بس يمكن اللجنة المسؤولة هنا هي رأت انه هذا التقييم ممكن يتحطله ايه على فكرة يا دكتور مونكز هي حطاله في النسخة الخامسة ايه لكن في النسخة الثالثة حتى C كويس فازاي هذا التقييم نقدر نشوفه اول حاجة زي ما قلت هذا التقييم ليس وحي من السماء كويس لانه كل دارس للكتار المعدس وكل باحث قد يكون تقييمه مختلف وهناك تقييمات مختلفة وتتناقض جدا ما حتى اللجنة الادوتور اللي بيشتغله في اليو بي اس اليونيتد بايبل سوسايت طيب اجي هنا لبحث طويل ولما اكتب كلمة بيرل هنا ده اكبر دار نشر للابحاث الاكاديمية ولرسالة الدكتوراه يعني اللي هي بي اتش دي كويس واجي هنا الى كينت بلاك كينت كلارك سوري وهو عامل بحث نشره في اكبر مجلة تعتبر للعهد الجديد اسمها نوفو تستومونيوم والبحث دوان 12 سنة 2002 انا يهمني ايه في البحث دوان يهمني حاجة مهمة جدا يهمني هو رأيه ايه في التقييم المحدود في الاي والبي والسي والدي كويس وانا خدت الاقتباس بتاعه وحطيته وحاولت اترجمه امام حضرات بقولي محاولة الاشارة بالاحرف اللي هي الاي والبي والسي والدي تمثل حكم المحررين الايفاليواشن او التقييم بتاع المحررين فيما يتعلق باحتمالية النص المطبوع يعني الاحتمالية هل عندنا ثقة ما عندناه ثقة نسبة الشك في النص ده ادي ايه نسبة الثقة في النص ده ادي ايه الى اخر الحاجات دي فبيقول انه تمثل حكم المحررين فيما يتعلق باحتمالية النص المطبوع لكن هذه العلامات لم تتحول عمليا لتكون مفيدة كما كنا نأمل هو واحد من هؤلاء المحررين فبيقول انه ما كناش يعني احنا كنا نأمل انها تبقى ليها قيمة اكبر من كده فالمقياس من اربع درجات غير مفرد في الدقة كويس وبعدين يقول فكل طالب او باحث في العهد الجديد له وجهة نظره الخاصة حول احتمالات القراءة لانك انت بتجيب المخطوطات وبتقيم المخطوطات من الناحية الجغرافية من الناحية الزمنية من الناحية المصداقية المخطوطة الى نفسها فانت كل باحث ببقى عنده تقييمه الخاص حول احتمالات القراءة كما اوضح ميتزجر وميتزجر واحد اسمه مسكور في اللجنة الربعية المسؤولة عن النص وهو عالم من علماء اللغة اليونانية للعهد الجديد وكان استاذ في جامعة برانستون فهو بيقول كما اوضح ميتزجر في تفسيره للجنة ان المحررين غالبا ما يعلقون درجة عالية على احتمالات قراءة من ا او ب في حين ينظر اليها الاخرون بعين الشك او حتى الرفض هو يعلم جيدا كده انه ممكن يبقى مرة يحط لي سي وبعدين مرة تانية في نيو اديشن تاني يحط لي اي لكن انا وانت كباحث وكدارس ممكن يكون لينا وجيت نظر اخرى فما يضعوا لهنا المحرر انه هذا النص فور سيرتنتلي او بالتأكيد غير موجود ممكن يراه اخرين علماء اخرين زي دانيال والاس وزي غيره غيره من علماء العهد الجديد انه لا 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 الكلام ده مصحيح النص ده احتمالية صدقه ووروده اكبر بكتير من احتمالية عدم وجوده فانا بس حبيت اقول حاجة للدكتور منكز يمكن تفيده بعد كده لما يستخدم التقييم اللي موجود طيب اجي الى الادعاء ليلو اذكر هذه الصلاة ولم يذكرها كل من متة ومرس ليلو اهتم بانه يسجل لنا صلاة المسيح من اجل اعدائه يا ابتاء اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون والمسيح هنا يصلي لاجل اليهود لان البعض يقول لهذا بيصلي لاجل الرومان الذي ما صلبه لكن معظم المفسرين يرجحوا على ان المسيح كان يصلي لاجل اليهود كويس ليه بقى ليه لو اهتم بانه يحط هذا هذه الصلاة كويس ويسجلها في حين انه متة لم يذكرها وفي حين انه مرس ايضا لم يذكرها هناك تفسير بقى ايه دكتور منكز يعني ليه تفسير تفسير خرافي شوية لكنه تفسير بالنسبة له تفسير مرضي جدا لانه يتطفق مع مع تفكيره ومع نظرته لكتابة معدس فنشوف الفيديو رقم ثلاثة والتفسير الخيالي لهذا النص ولم يقله لا متة ولا مرقص ولا يه كويس لماذا فعل لوقا ذلك والجران في قصة الحضارة يقول حينما تنقل الاناجيل الهي الهي لماذا تركه هو نداء اليأس البشري هذا يائس الذي يقول هذا الذي يعزوه مرقص ومتة الى المسيح وهو يحفظ يقول هذا كان خطاب لانسان يائس قانت يعني خلقه هنا هو بيقول انه متة ومرقص قدموا المسيح اليائس اللي على الصليب بيصرخ إيلي إيلي لما شبقتني فصورة لمسيح يائس طبعا هذه الصورة صورة مشوهة غير حقيقية لأن من يقرأ الاناجيل يعلم جيدا أن لأجل هذه الساعة قد جاء المسيح وأنه متحكم فيها ومتحكم في أحداثها كلها بس هو يقرأ بعين واحدة وهي عين الإسلامي الذي يطعن دائما في ألوهية المسيح وفي حقيقة الصلب والموت كم فعل لوقة لوقة لعل لوقة قد رأى أن هذه العبارة لا تتفق مع عقائد بولوس الدينية بولوس ما بيقبل بمثل هذا الكلام أن المسيح يقول إلهي إلهي ماذا تركتني فبدلها بقوله يا أبتا في يديك أستودع روحي إذن هذه العبارة مبدلة شفتوا بقى التفسير لوقة علشان لوقة تلميذ بولوس أو بولوس دعم لهم تربنتين في الدماغ لوقة علشان هو تلميذ بولوس وبولوس لا يقبل أن يكون المسيح كما قدمه ماتا ومرؤوس الشخص اليائس بحسب تفسيره فلوقة عمل إيه متأثرا ببولوس غير الصورة من مسيح يصرخ على الصليب إلى مسيح يصلي لأجل الأعداء كويس شايفين اللفة الجميلة اللي عملها دي وده جابوا منين بقى؟ ده جابوا من كتاب قصة الحضارة قصة الحضارة والمجلد رقم 11 والصفحة رقم 228 كويس مجلد الحضارة زي ما موجود قدام أو قصة الحضارة زي ما موجود قدامكم بتاعة ويل ديورنت بيقول فيه هذا الجزء بيقول إيه؟ بيقول إلهي إلهي لماذا تركتاني؟ وذلك هو نداء اليأس البشري أنا على فكرة لما أريد قصة الحضارة أو الجزاء منها حسيت أنه هذا الكاتب مسلم وليس مسيحي كويس يعني لما يجي ما عرفش هل ده الترجمة ولا تأثير المترجم على النص وتحويله إلى نص إسلامي كويس لما يجي يكلم عن المسيح يكلم عن عيسى مع أنه طبعا لو هو مكتوب بالإنجليش عمره ما هي يقول عيسى هيكلم عن كرايست لكنه المترجم يروح محولها إلى عيسى لما يجي يكلم عن نبي الإسلام يقولك نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يعني تحسي أن الكاتب يا إما ما تفعله فلوس يا إما أسلم يا إما إنما مصبوغ بصبغة إسلامية إنواي وذلك هو نداء اليأس البشري الذي يعزوه مركس ومتى إلى المسيح وهو يحتضر فهل يمكن أن يكون الإيمان العظيم الذي أعانه في موقفه أمام بيلاتوس قد انقلب في تلك اللحظات المريرة إلى شك أسود يعني هو بيقولك إنه المسيح هل تحور الإيمان في حياته إلى إنه شك في وجود الله وإنه وصل إلى حالة اليأس على الصليب ولعل لوقة وده اللي بقى النقطة الحلوة اللي خدها الدكتور مونكت ولعل لوقة قد رأى أن هذه العبارة لا تتطفق مع قائد بوليس الدينية اللي هي أي هو بوليس قال حاجة ضد التجسد هو بوليس ألم يقل بوليس أنه أخلى نفسه آخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب ألم يقل بوليس أنه في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ألم يتحدث بوليس الرسول عن حياة المسيح وعن ألامه وعن موته إيه العقائد بوليس إيه التخريف اللي بتتقال دي ما هو قبل ما تاخد اقتباس فكر فيه شوية لكن إيه نوي العبارة لا تتطفق مع عقائد بوليس الدينية التي هي في نظره مضادة للأنجيل مضادة للأنجيل طبعا ده كله خرافات وأوهام كويس يا أبتا فبدلها يعني لؤة بدل عبارة إيه لي إيه لي لما شبقتني بدلها يا أبتا في يدك أستودع روحي وعبارة تردد صدى الآية الخامسة من المزمور الحادي والثلاثين ترديدا يثير الريب لما فيه من دقة طبعا الدكتور منقز هنا ما خدش باله أنه كلام الكاتب هنا غير متعلق بالآية يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون لكن كلامه متعلق بالعبارة الأخرى يا أبتا في يدك أستودع روحي هو أطلقبط المهمة عجبته كلمة إيه فبدلها أهم حاجة هو دي النقطة اللي عايز هي دي الكلمة اللي يعني مربض الفرس عنده فبدلها طيب يا دكتور منقز حضرتك بتقبل كلام الكاتب ويل ديورانت وصدقته صح ما هو إذا اقتبست منه وصدقت اللي قاله هنا يبقى أنت بتصدقه بتصدقه صح دكتور منقز ماشي طب هل ممكن تصدق اللي قاله أيضا عن حقيقة صلب وموت المسيح اللي هي في نفس السياق بل في نفس البراجراف بل في نفس الصف الفصل والصفحة اللي هي 229 يعني الصفحة اللي بعد 228 اللي مقتبس منها هل ممكن تقبل الكلام بتاعه يا دكتور منقز ولا دا لا يتماشى مع إيمانك الإسلامي لما بيقول لنا هنا شوفوا هنا بيقول لنا ترى هل مات حقا دا الكاتب لقصة الحضارة بيقول في الصفحة اللي بعد اللي اقتبس منها الدكتور مرد ترى هل مات حقا لقد كان اللصان اللدان إلى جانبه لا يزلان على قيد الحياة كويس وقد قسر الجنود ساقهما حتى تتحمل أيديهما ثقل جسمهما وده حقيق يعني كتابيا فيؤثر ذلك في حركة الدم ويقف القلب بعد قليل غير أن هذا لم يحدث في حالة عيسى خلوا بالك الكاتب أو المترجم دا المترجم المترجم بيكب إسلامه على النص المترجم إنو وي وإن كان قد قيل أن جنديا طعنه في قلبه بحربتين فانبسق الدم من الجرح أولا ثم خرج بعده مصل الدم وأيدي بيلاتوس وأبدا بيلاتوس دهشة من أن يموت رجل بعد ست ساعات من صلبه ولم يوافق على أن يرفع جسد المسيح عن الصليب إلا بعد أن أكد له وقائد المئة المكلف أنه قد مات يبقى فكرة تشبه له مش موجودة تقبلها يا دكتور منقز ما هو اللي يقبل كلام كاتب يقبله كله ولا تقبلها بس عندما يطعن في لؤة لكن عندما يقول أمرا لا يتماشى معك تقول لا 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 كاتب ده وحش كاتب ده مش كويس انوين أرجع للنص بتاعنا أدلة صلاة أو أصالة صلاة المسيح يا ابتاء هو الدكتور منقز اعتمد عليه اعتمد على بعض المخطوطات التي لم يذكر فيها هذا النص فقبل ما اتكلم عن الأدلة دي خليني أشوف الفيديو رقم أربعة اللي بيكلمني فيه الدكتور منقز عن المخطوطات التي لم يذكر فيها هذه الصلاة شوف الفيديو رقم أربعة نقص هذه الفقرة غير موجودة في البرديات التي تعود إلى القرن الثالث في أوله مثل البردية 75 الفتكانية إحدى أهم المخطوطات تقريبا سنة 350 تمت كتابة من أهم المخطوطات أيضا ليس في هذا النص يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون لو انتقلنا إلى مخطوطة واشنطن أيضا ليس فيها هذا النص طيب كويس هو ذكر لنا كان مخطوطة دلوقتي ثلاثة ثلاثة وبعض المخطوطات المتأخرة اللاتينية الغربية الأخرى لحد دلوقتي لم يذكر هو أي أمر أنه وجدت في مخطوطات أخرى بس هيذكر لنا ده في الفيديو اللي جاي هيقول لنا أنه وجدت في مخطوطات أخرى بس المخطوطات دي وحشة ملهاش قيمة زي المخطوطات الأولى فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي علشان بعد كده أخذ كل اللي أنا عايز أقوله في الوقت الباقي أخذ فيديو رقم خمسة صحيح هذا النص موجود في مخطوطات أخرى موجود في مخطوطة السكندرية موجود في القرن الخامس موجود في المخطوط الصينائية لكن ليس في كل نسخها أو ليس في كل النسخ المأخوذة عنها موجود في بعض المخطوطات المتأخرة لكن هذا النص ليس أصيل إنما هو إضافة لاحقة قام بها واحد من أهلي طيب ليه بقى ليه هذا النص نص أصيل وإيه الدليل وإيه البراهيم اللي بتؤكد على أن هذا النص نص أصيل والتي لم يجرؤ الدكتور منقذ أن يذكر منها شيئا كويس أنا أحط قدام حضراتكم هنا الصورة كاملة عشان إيه تبقى واضحة الصورة أنا أحب كده يعني الرسومات اللي توضح الفكرة براهيم صحة النص إيه هي البراهيم اللي بتؤكد لي أنا نهاردة كقارئ الكتير المؤدس أن صلاة المسيح يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما دفعوا النص أصيل عندي نوعين من براهيم في براهيم بنسميها خارجية هذه البراهيم الخارجية فيها حاجتين فيها حاجتين فيها مخطوطات وفيها أقوال الأباء كويس؟ دول حاجتين مهمة هو لم يذكر شيئا عن أقوال الأباء خالص مع أنه أقوال الأباء أقدم من حتى بعض المخطوطات التي هو ذكرها لكن هنتكلم عنها كويس؟ ففي حاجتين مخطوطات وأقوال الأباء وفيه بقى براهيم داخلية من جوه النص هل هذه الصلاة تتماشى مع المفردات اللغوية للوأة؟ وهل تتماشى مع فكر لوأة الذي نجده في الأنجيل وفي إنجيل لوأة وفي أعمال الرسل ولأجل هذا اهتم لوأة أن تكون يسجل لنا صلاة المسيح هذه هو ده اللي هنشوفه فدي صفحة رسم تخطيطي كده اللي نتكلم البرهيم الخارجية البرهيم الخارجية زي ما قلت بتكون من حاجتين مخطوطات وأقوال الأباء ما هي المخطوطات التي تتناول هذا النص؟ وما هي أقوال الأباء التي ذكرت أيضا فيها صلاة الرب يسوع على الصليب أجل أول المخطوطات التي وردت فيها صلاة المسيح يا أبتاه اغفر له كل المخطوط قدام حضراتكم بالأصفر ده مخطوطات وأقوال الأباء وإذا قررناه طبعا بالنسبة اللي فوق السطر ونص اللي فوق هنعرف أنه حجم الأدلة اللي عندنا كبير جدا حجم الأدلة كبير جدا أجي أولا المخطوطات التي وردت فيها صلاة المسيح يا أبتاه المخطوطة السينائية وتعتبر المخطوطة السينائية والفاتيكانية والأسكندرية من نفس العيلة أو يمكن من نفس الفترة الزمنية فالمخطوطة السينائية كمان ممكن تتفوق من حيث القيمة أيضا على المخطوطة الفاتيكانية لكنها ذكرت لنا المخطوطة السينائية صلاة المسيح من أجل الذين صلبوه المخطوطة الأسكندرية كويس مخطوطة بيزا أو البيزانتية المخطوطة الأفرامية مجموعات من المخطوطات اليونانية واللاتينية الكثيرة وعندنا حاجة في الكتاب مقدس أو في علم المخطوطة بنسميها الأف يعني إيه الأف أف يعني family اختصار families فإحنا عارفين إنه في مخطوطة تم نسخها هذه المخطوطة تم نسخة أربع نسخ منها الأربع نسخ دول تم نسخ من كل نسخة عشر نسخ فبينسميها family it's a زي شجرة عيلة كده بنبقى عارفين المصدر ويبقى تحتها ففي families من المخطوطات كويس قال ال-F1 ال-F1 فيها 118 131 709 طب وال-F13 فيها فيها مخطوطة 28 37 157 مخطوطة 180 205 265 597 700 828 829 106 1010 1111 وما بعدهما كويس الترجمات اللاتينية والسيريانية والباشيتة والأرمانية والأثيوبية وبعض الترجمات القبطية اللي هي البهريك فعندنا هذا الكم الهائل من المخطوطات من المخطوطات الكم الهائل هذا من المخطوطات ذكر لنا صلاة المسيح وهذا الكم الهائل من المخطوطات بيعود إلى القرن نهاية القرن التالت وبداية القرن الرابع ذكر لنا صلاة المسيح لكن لهذا يعتبر هذا النص له ثقل له ثقل وأنا أنا أتفق مع التقييم الأول اللي حطه UBS United Bible Society للنص اليوناني في الثورد اديشن أو النسخة التالتة لما قال إنه على النص دوان سي بمعنى إنه يعني هناك دوت إنه ما يبقاش أصيل دي بالنسبة للمخطوطات أقوال الأباء أقوال الأباء بقى لم يذكر عنها الدكتور منقز أي شيء لأنه لو ذكر عنها شيء يبقى مش حق الغرض بتاعه هو إيه هو الغرض بتاعه أن يطعن وأن يشكك القارئ إنه هذه الصلاة ما صلحاش المسيح فبالتالي هو بعد عن عن الجزء التاني والمهم والذي لا يقل في الأهمية عن المخطوطات معروف إنه إنه كل الكتاب ممكن يجمع من أقوال الأباء كلها فيما عدد 11 عدد اقتبس بقى الأباء وأشاروا إلى صلاة المسيح من القرن التاني والتالي والتالي الميلادي بجد آه وإذا النص ده ما كانش موجود وإذا المسيح أساسا ما صلهوش فكيف للأباء في القرن التاني والتالي أن يقتبسوا صلاة المسيح وأن يجعلوا من صلاة المسيح يحث المؤمنين على أن يتبعوا المسيح في وقت الاتهد كما صلى المسيح من أجل أعدائه أسكن لكم بعض البعض وليس الكل أقوال الأباء أغناتيوس وكتب رسالة إلى رسائل إلى أفاسوس وكان بيحث المؤمنين على التمسك بالإيمان وعلى تحمل الألام من أجل المسيح وهو متألم هو كان تلميز لبوتروس كويس ومات سنة مية وعشرة لكن هذه الرسائل غالباً بتعود إلى سنة تسعة وتسعين ميلادية أغناتيوس قال إيه للتلاميذ وللمؤمنين ولنا تشبه بالرب الذي لما شتم لم يشتم مرة أخرى يعني لم يشتم عوضاً ولما صلب لم يجب ولما تألم لم يهدد لكنه صلى من أجل أعدائه يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يبقى إمتى دوان على الصليب على الصليب كويس فدي ده واحدة من أقوال الأباء المهمة إيريناوس مية وتمانين انت بتكلم هنا أجناتيوس يعني انت على بداية القرن التاني إيريناوس في نهاية القرن التاني قبل المخطوطة البي سيفينتي فايف البردية خمسة وسبعين وقبل المخطوطة الفاتيكانية وقبل أيضاً مخطوطة واشنطن الناس دي ذكرت كده إيريناوس ومن هذه الحقيقة إيريناوس يقول بقى ومن هذه الحقيقة أنه صرخ على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون تظهر طول أناات المسيح وصبره ورأفته وصلاحه ففي صلاحه غفر للذين قتلوه يعني هو اقتبس من مين من رب يسوع من رب يسوع طيب أنا أكمل بس أخذ مداخلة مهمة أنا أعرف أنه حضراتكم عايزيني أكمل كل المادة اللي عندي مرة واحدة وأنا أحاول أعمل كده لكن هتكون المكالمة مختصرة وأكمل مع حضرتكم ألو ألو السلام المسيح معك سلام المسيح أهلا بيك الله يخليك يارض معك هقوب أهلا وسهلا أخ هقوب تفضل ربي بارك حياتك شكرا أخوي جسيس أشرف يعني إلى متى جهل المسلمين وخصوصا دكتور قلفض السقار في هذه المعادلة هنعملي ما هو هنعملي هيستمر هيستمر أكل عيش يعني معلش معلش هم شغالين يعني شغالين في التدنيس شغالين في اللف والدوران مش شغالين في أي حاجة فقط باللف والدوران صح ده اللي شغالين أنا مش هنخذ من وقتك كثير أنا سداني عم بستمتع جدا في المادة اللي أنت تطرحها باركك ويستخدم باركك العقاد شكرا أخوي أخوي الغالي أشرف المشكلة أنه الأخوة المسلمين مش عارفين معنا كلمة تمام كلمة أنه يا أبتي أخفر لهم أنهم لا يعلمون ماذا يفعلون طب المشكلة طب تعالي نشوف أنا وأنت مع بعض في الكتاب المخدس يقول لك أن الله الأب لن ينكر الإبن أبنا فأي قرب هذه أول نقطة لأن يسوع كان يصلي وثقا لقلب وإرادة الأب هذه أول نقطة لأنهم التنين واحد نعرف أنا والأب واحد مران فقد رأى الأب انتهى الموضوع ولكن نيجي لموضوع تاني ومنذ أن شرب يسوع المسيح كأس الدينون على الصليب نعلم بأنه لا يمكن الخلاص أن يأتي بأي طريقة من الطرق حلو وأخذ بالك في النقطة التي أنا أترحل فالخلاص من خلال يسوع المسيح على الصليب الخلاص من خلال الإبن وهو خنوم الإبن من خلاص من خلال فهذا السبيل الوحيد وهذه طريقة الوحيدة ولا دم تيوس ولا عجول ولا أي شيء يفصلنا عن محبة المسيح ولا حتى كمان اللي هم دم هؤلاء التيوس أنه بيقدر يشفعوننا عند الله من خلال الإبن يسوع هذه النقطة بلأوضحها كثير مهمة للإخوة المسلمين اسمعوا المسلمين وتحدى أي مسلم يرود عليه في هذا الكلام في هذه النقطة وأن كانت فيه هناك آيات أخرى أو آية أخرى أو طريقة أخرى أنه للمسيح يسوع يقدم نفسه من أجنى على هذا الكلام فإذا مات يسوع كانت خطة الخلاص وخطة الصلب فشلت تماما 360 درجة وإنت عالم هذا الكلام وأنت أسيس أكثر مني في عالم فأنا أريد أن أوضحها الفكرة مراراً فكراراً الرب يسوع المسيح وخصوصاً الكلمة الكأس أحطي آية مهمة جداً في الكتاب المقدس في مزمور 75 آية 8 بتقول لأن في يد الرب كأساً وخمراً مختمراً ملانا شراباً ممزوجاً وهو يسكب منها ولكن عكره يمصه ويشربه كل أشرار الأرض شوف ما أوضح الكلام كلام واضح يعني جبت لك آيات تابعة فعلاً أنتك أنت ربنا يباركتها ويستخدمك أكثر وأكثر في المخطوطات أني أنت عم تطرحها وآيات جميلة جداً أنت عم تطرحها والمخطوطات وشكراً للأباء الكهنة والأباء القديسين اللوائل اللي هم فعلاً رائع جداً شكراً وأشكرك أخوي شكراً لك حريبي شكراً لك طيب نكمل مع بعض أقوال إحنا قدمنا المخطوطات نكلم عن أقوال الأباء أجناتيوس مشهور جداً في بداية القرن الثانيين مع نهاية القرن الأول وبداية الثاني عندنا إيريناوس أنه المسيح صرخ على الصليب يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون كلمنتيوس أيضاً تلميذ بوتروس لأن يقولي لأن المعلم نفسه بعد أن سمر على الصليب المعلم نفسه بعد أن سمر على الصليب صلى إلى الآب لكي تخفر خطية أولئك الذين قتلوه قائلاً يا أبتاء اغفر لهم خطياهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون لذلك هم أيضاً كونوا لذلك هم أيضاً كونوا متمثلين بالمعلم في ألامهم بكلم عن المؤمنين يصلون من أجل أولئك الذين يتعبونهم يتعبونهم كما تعلموا إن المؤمن خد من صلاة المسيح مثال إنه يصلي لأجل الذين أيضاً يتسببون في ألامه ويتطهدون يحنى ذهبي الفم يحنى يعني كتب حاجات كتيرة وقال حاجات كتيرة بالأخص هل المسيح صلاة استجيبت أم لم تستجاب هو صلى وقال يا أبا تا اخفر لهم فهل الرب استجاب لصلاته هو آه الرب استجاب لصلاته إنه بولس آمن بالمسيح وإنه في يوم الخمسين تلات تلاف نفس من اليهود قبلوا الرب يسوع وبعدهم بفترة صاروا خمس تلاف لكن الذين لم الذين لم يقبلوا المسيح أعطاهم رب فرصة حوالي سبعة وتلاتين سنة قبل خراب أرشليم لكي ما يتوبوا لكنهم لم يتوبوا ماذا يقول يقول هنا حقا لقد أظهر معجزات عظيمة عند رفعيه عندما كان على الصليب وأبعاد وأشعة الشمس جانبا وتفجير الصخور وإقامة الموت وتخويف بالأحلام زوجة الرجل الذي كان يدينه لهي زوجة بيلاتوس في نفس وقت دينونته الوقت اللي كان هو بيحاكم فيه ويعلق على صليب أظهر كل ودع على صليب يصرخ بصوت عالي يا أبتاء اخفر لهم خطاياهم جابها منين دي إن لم تكن موجودة كويس ماذا عن تاتيان سنة 170 ميلادية في الديات سيرون كمان ذكر زكرها يوسابيوس في كتاب تاريخ الكنيسة سورة حيث قال يعقوب صلى صلاة المسيح عندما ألقوه من فوق البرج ليموت صلى صلاة المسيح لأعدائه عندما ألقوا به من فوق البرج الخلاوس قرن الثالث أغسطينوس في سنة 347 إلى سنة 405 يوسابيوس القان الرابع جيروم كثير وكثير من أقوال يعني لو لو أنا رجعت تاني إلى إلى الصورة دي اللي الدكتور منقز بيحاول إنه يخفيها كويس كل هذا كل هذا مذكور مذكور فين مذكور وذاكرينه اللجنة الخاصة بي اليو بيس اليو بيس اليوناتد بايبل سوسايتي في النص اليوناني طيب يبقى أنا أجي على الأدلة الأدلة الأولى هي المخطوطات الأدلة التانية هي أقوال الأباء طيب دي بنسميها أدلة خارجية ماذا عن بقى الأدلة الداخلية البرهين الداخلية هل هناك برهين أخرى تؤكد أن هذه العبارة أصيلة وأنها فعلا كتبها لوأ وسجلها لنا لوأ البشير في إنجيله في الأصحاح 23 اللي بيأكد كده أي دارس للكتال المؤدس عشان يقدر يفهم الكتال المؤدس بندرس المفردات في مفردات معروفة بتاعة يحنى الحبيب ما تلاقيش حد تاني مستخدمها يعني أنا لو وقعت بين إيدي أي قصاصة من العهد الجديد كويس لو قريتها على طول فيها بعض العبارات أول دي بتاعة يحنى زي النور والظلمة زي المحبة الأخوية يعني يحنى ليه تعبيرات مهمة جدا مهمة جدا فأي دارس اللي يحنى يعرف إنه هناك مفردات بتاعة يحنى كويس زي ما فيه مفردات بتاعة لؤة بنجدها في إنجيل لؤة ونجدها في عمل الرسل واضحة جدا لا نجد هذه المفردات في متة ولا نجدها في مرؤس بس موجودة فين في لؤة كويس فالمفردات وأتكلم عن المفردات لكن كمان حاجة تانية الموضوع هناك لكل كاتب أو قات بيبقى فيه تركيز على نقاط معينة هي دي اللي شغله وهي دي اللي بيكلم في إطارها فالموضوعات الموضوعات المرتبطة بلؤة واللي مهتم بيها للدرجة إنه نهتم إنه يسجل لنا صلاة المسيح التي لم يسجلها متة ولم يسجلها مرؤس كويس أجي إلى المفردات مفردات أول حاجة المفردات التي وردت في نص صلاة المسيح يا أبتا اغفر لهم هي مفردات لؤة وحده إزاي في أصحاح 23 من لؤة وردت كلمة باتير أو اللي بنترجمها أبتا اللي تترجم بالإنجليش father كويس هذه الكلمة وردت في متة وردت في مرؤس لكنها أيضا وردت في لؤة بس لما كانت بتيجي في لؤة بتيجي بأسلوب لا متة بيستخدمها بي ولا مرؤس بيستخدمها بي بمعنى إيه لؤة الوحيد اللي كان يذكر أبتاه دون أن يحط معرف modifier يعني يعني مثلا متة يتلاقي دايما يكتب الآب السماوي كويس أبوكم الذي في السماء لؤة لما يكتب أبتاه يكتب أبتاه من غير ما يحط معرف لها والأسلوب دا ذكر في إنجيل لؤة تسع مرات تسع مرات مختلف عن متة ومختلف عن مرؤس كويس ومرتين من التسعة دول في أصحاح 23 يا أبتاه اخفر لهم ويا أبتاه في يدك استودع روحي فأنا بعرف إنه 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 دا دي مفردات لؤة مش مفردات متة ولا مفردات مرؤس يبقى الكاتب هنا الكاتب هو لؤة مش حد بعد لؤة ولا حد لقي آية بعد سنين طويلة راح حطاها في إنجيل لؤة كويس حاجة تانية اسلوب لؤة اسلوب مميز إن الطلبة الطلبة لازم يحط لها السبب اللؤة مشهور بالموضوع ده يعني مسانين فاخفر لنا زونوبنا كما نخفر نحن أيضا ما تلاقيش العبارة دي لف متة ولا في مرؤس لكن دايما لؤة لما يحط الطلبة صلا يحط وراها السبب زي ما عمل هنا بالزبط اهتم إن يحط نفس الموضوع يقول كده يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ده اسلوب لؤة مش اسلوب متة ولا اسلوب مرؤس كويس فالمفردات مهمة جدا بتعرفني إنه اللي كاتب ده بوليس ولا اللي كاتب مرؤس ولا اللي كاتب يوحنا ولا اللي كاتب مين طبعا دكتور منقذ بطاطا في الموضوع ما يقدرش ييجي جنبه لأنه ما يهمهوش وهو عايز يزبط بس وجهة وجهة النظر حاجة تانية وحدة الموضوع الموضوع اللي بتكلم عنه ونلاقيه مشترك في إنجيل لؤة وأعمال الرسل والموضوع جهالة الإنسان يا جهالة الإنسان الإنسان بسبب جهله بسبب جهله صلى بالمسيح وبسبب جهله لم يؤمن بالمسيح فنلاقي نلاقي موضوع موضوع زي الموضوعات المهمة التي يتناولها البشير لؤة هي فكرة الجهل وعدم المعرفة كويس ولهذا نجد هذه الفكرة واضحة جدا في إنجيل لؤة وفي سفر أعمال الرسل اللي هما كتبهم لؤة فمثلا فقال يسوع على الصليب كويس ودي تتماشى مع فكر لؤة هو اقتبس للعبارة دي لأنه أيضا مرات كثيرة هو بيحب يركز على النقطة دي فقال يسوع يا أبتا يا أبتا اخفر لهم لأنهم لا يعلمون يبقى فكرة ايه فكرة الجهل وعدم المعرفة ده كويس الجهل وعدم المعرفة وديا أيضا بنجدها في أعمال ثلاثة وضحها جدا في أعمال ثلاثة يقول والآن أيها الأخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤسائكم أيضا يبقى في في أعمال بيركز على جهالة الشعب اليهود ورؤسائهم وفي أيضا صلاة المسيح بيركز على جهالة اليهود وعلى عدم إيمانهم فالجهل ينتج عنه خطية لكن بالتوبة والرجوع بالتوبة والرجوع والإيمان تخفر هذه الخطية اللي هي من فعل سهوا في العهد الأديم بجهالة له كفارة كفارة في دم يسوع المسيح أجي إلى نقطة أخرى مهمة وهي من أين تعلم استفانوس أن يصلي لأجل الذين يقتلونه ما هو في مثل عندنا بالعربي يقول إن كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت رقصه ما تقدرش ترفع ناس لمستوى أعلى منك كقائد كقائد فكيف الاستفانوس أو الشهيد في المسيحية أن يتعلم أن يصلي لأجل الذين يقتلونه جابها منين جابها منين جابها منين دي إن لم يكن المسيح يسوع نفسه قد صلاها عشك كده النصين دون مهمين جدا ثم جث على ركبتيه بكلم عن استفانوس وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية تعلمها منين تعلمها من سيدو الرب يسوع فقال يسوع وأوص تلميز أن يحب المسيح الذي قال أحب أعداءكم بارك العنيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم هو 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 إلا على الصليب في شدة ألمه قال يا أبتاه اغفر لهم إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم